بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة أولى ثنوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات اليوم جاني في التعليق سؤال على تمرين رقم 59 صفحة 46 يقول تمرين بفرض أن A تساوي 3X ناقص القيمة المطلقة ل2 ناقص 4X احسب قيمة A من أجل X يساوي 3 إذن مثل هذا السؤال معنتها أعوض X قيمة X في عبارة A اللي هي 3X ناقص القيمة المطلقة ل2 ناقص 4X إذن اتبعوا مايا إذن نعوض ستصبح لي 3 في إذن أين أجد X أعوضه ب3 إذن نصبح 3 في 3 ناقص القيمة المطلقة لخليها كما هي 2 ناقص 4 في 3 ثم نبسط هذه العبارة 3 في 3 9 إذن 9 ناقص نخلي القيمة المطلقة كما هي إذن نحسب هذه العبارة وهي 2 ناقص 12 نتابع تساوي 9 ناقص نتابع 2 2 ناقص 12 ناقص 10 نحن نعرف أن في القيمة المطلقة إذا كان العدد سالب كيف يصبح يعني القيمة المطلقة لناقص 10 كم يساوي قلنا أن القيمة المطلقة لأي عدد دائما عدد موجب إذن مش رح ندير ندير ناقص في ناقص 10 ويصبح ناقص في ناقص زائد 10 إذن نعوذ نحظوا معي إذن عبارة A رح تساوي دي عبارة A نولي العبارة A تساوي 9 ناقص قلنا القيمة المطلقة لنقص 10 كم تساوي؟ تساوي زائد 10 إذن ناقص ممكن ندير ناقص في ناقص 10 أو نعوذ مباشرة وتساوي 9 ناقص هنا ناقص في ناقص زائد 10 9 ناقص 10 ناقص 1 A يساوي ناقص 1 قد يقول البعض ولكن أستاذا قلت لنا أن القيمة المطلقة دائما موجب ولكن حذاري هنا ما عنديش A يعني ما عنديش لاحظوا معي ما عنديش A مكتوب على شكل قيمة مطلقة مثلا لثلاثة X ناقص القيمة المطلقة لناقص 4X ما عنديش هذه القيمة يعني ليست كل عبارة A هي في القيمة المطلقة لا عبارة A مكتوبة على شكل ثلاثة في X ناقص القيمة المطلقة فقط لثنين ناقص 4X إذن حذاري A ممكن يكون عدد سالب إذن أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا التمرين بالأخير ما علي إلا أن أقول لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر